الجذل لا يزال مستمراً بشأن مهمة الوسيطة الدولية في اليمن فبعد رد من أمين عام الأمم المتحدة أنطوني غوتريش أثار غضب الرئيس هادي وحكومته تواردت أنباء منقولة عن مصادر في الحكومة الشرعية عن لقاء مرتقب بين غوتريش والحكومة لمراجعة مواردة في رسالة الرئيس هادي الأخيرة بشأن غريفث لكن مصدراً أممياً لم يكشف عن هويته أبلغ صحيفة الشرق الأوسط السعودية بأن الأمين العام للأمم المتحدة أوضح موقفه وأنه لا يعتقد أن هناك أي خطط لاجتماعات قريبة تصريح إن تأكد بالفعل فإنه ينسف بالجملة ما شدد عليه مصدر حكومي بخصوص اللقاء المرتقب مع الأمين العام للأمم المتحدة أو من ينوب عنه والذي سيجري خلاله التباحث حول تجاوزات المبعوث حيث ستؤكد الحكومة خلاله على الاتزام بمرجعية الثلاث وعدم المساواة بين الإنقلاب والحكومة والالتزام ببنود اتفاقية السوكهلم وعدم اتخاذ إجراءات أحادية الجانب وعلى ضوء اجتماع كهذا ستحدد الحكومة موقفها من مسألة إعادة التعاطي مع المبعوث الأممي من عدمها الإعلام مكشف عن جانب موسع من مضمون رسالة غتريش الموجهة إلى الرئيس هادي حيث أكد فيما يخص تنفيذ اتفاق السوكهلم تحديداً اتفاق الحديدة بأن الأمم المتحدة ستبذل قصر جهدها للحفاظ على موقفها وحماية روح وجوهر الاتفاق لما فيه صالح جميع الأطراف غتريش أكد اتزام المنظمة الدولية بالتعامل كوسيط محايد أمين في عملية السلام وأنها تعول على أهمية التواصل بين مختلف الأطراف في ظل تفعيل الاتفاق المكتوب وتحويله إلى حقيقة على أرض الواقع معتبراً أن نشاطات مبعوثه الخاص تهدف إلى متابعة التفويض الممنوح له من قبل الأطراف ومجلس الأمن الدولي غير أن تنفيذ ذلك التفويض يتضمن مواصلة التعاون مع الحكومة اليمنية ومع الرئيس هادي بصورة شخصية وفي مؤشر على عدم فعالية التصعيد الحكومي في وجه الوسيط الدولي وكبير المراقبين الدوليين في الحديدة ميكل لوليسغارد أفادت الأنباء بأن لجنة إعادة تنسيق الانتشار في مدينة وموانئ الحديدة استأنفت منذ الأحد أعمالها بعد توقف دام أكثر من أسبوعين يأتي ذلك عقب زيارة قام بها لوليسغارد إلى العاصمة المؤقتة عدن والتقى خلالها ممثلي الحكومة الشرعية في اللجنة وناقش معهم عملية إعادة الانتشار بكل مراحلها بعد أن تعهدت الأمم المتحدة بأن تظل على موقفها المحايد وأن تلتزم بنصوص اتفاق ستوكولم بشأن الحديدة